من طيارة بترائب مرور القاهرة بداية حفر مشروع انتداد قناة السويس لغاية حلاب وشلاتين لو حضراتكم بتشوفونا وبتشرفونا بالمتابعة بانتظام هتلاحظوا انه احنا على طول بنحاول نخرج برا الستوديو برا الاوض المقفولة سواء كانت الاوضة المقفولة دي تلفزيونيا او الاوضة المقفولة الالكترونيا مصر اكبر من شاشة التلفزيون وبالتأكيد اكبر من الايباد الشاشة الباد دي او الشاشة اللي انا مسكها لتلفزيون او لحضرتك او حضرتك المسكينة بدل ما تبقى حضرتك او حضرتك ده اللي احنا بنوعا نقوله على طول لبعض مسكين التلفزيوناتهم ما بنتكلمش مثلا بدل ما تبقى اسير او حضرتك اسيرة للهاشتاج وللشاشة والاحساس الهستيريا المستمر بالخلاف بخصوص اهم مسألة والخلاف بخصوص ادفع مسألة احنا بنحاول ان احنا نخرج لمصر الاكبر والاوسع في الحقيقة مصر كبيرة ووسع فيها حاجات وعدات قديمة جدا ومحتاجة تغيير ومحتاجة عادة بنا وفيها حاجات جديدة فيها مشروعات فيها امور بتتحرك اكيد طبعا كل ده خاضع للنقاش لكن الولد او البنت الراجل والست حياتهم اليومية مستمر كلهم بيركبوا مواصلات راحين جايين طول النهار والليل انا مش هعرف اسوق قطر ومش هعرف اسوق ميكروباس لكن اقدر او اعرف اسوق تاكسي اسمع اتكلم مع طلبة جامعة مع ست راجع من شغلها تذاكر للعيال وشاب راجع من الجامعة راجل بيدور على رزقه وشغله طول النهار متدايق من ارتفاع الاسعار شايف انه مشروع الفولاني اللي بتعمل في المنطقة الفولانية حيغير حياته نمازج مختلفة كتيرة جدا يعني ومتعددة زي ما قلت لحضراتكم نحاول نخرج من الشاشة دي ومن الشاشة دي اكيد طبعا انه المسألة كانت صعبة بقى شوية لاني ما كلمت كيش انت سيري اشتغلت اهو الشاشة حتى دخلة الشاشة الصغيرة دخلة على شغل الشاشة الكبيرة المهم انا اضطرت لبس شوية زيادة علشان اداري المايكات واداري السماعات انا كنت لبسة شوية حاجات كتير لانه معايا ستوديو متنقل ورايا من بعيد اكتشفت مناطق في مصر بتاعة ركوب تاكسيات واكتشفت مناطق في مصر مش بتاعة ركوب تاكسيات اكتشفت انه اكتوبر وزيدوا المناطق دي ما بركبوش تاكسيات الحكاية اوسع بس روح بقى احياء تانية زحم شوية اماكن تانية ازحم شوية حنلاقي الحكاية رزق تاكسيات هناك واسع يعني وبالمناسبة يعني احنا كنا بنجرب عايزين نعرض على حضراتكم شوفنا نمازج كتير متعددة ومتنوعة زي ما كنت بقول لحضراتكم ناس مهتمة بحاجات كتير ناس مهتمة بالجواز ناس مهتمة بالتعليم ناس مهتمة بحياتها وبرزقها ناس مهتمة بالسياسة مصر كبيرة جدا واسعة جدا برا الاوض سواء كانت استوديو او موقع التواصل بغض النظر عن اسمه او الواتساب اللي الناس بتقعد تبعت لبعضها حاجات عليه طول النهار وانا لسه مش مقتنع بيه اوي يعني عموما زي ما قلت لكم هنعرض عليكم فقرة اولى النهاردة هتشوفوها نتمنى انها تعجبكم تلفت نظركم وتنال رضاكم وبعد كده هنبقى على طول معاكم نشوف الناس بتتكلم في ايه وبتقول ايه اشتركوا في القناة